السلام عليكم ورحمة الله و اللهم صلي وسلم على رسول الله مرحبا بكم اليوم مع قناة لكي اليوم شاء الله جبتكم معشوق الجزائريين بوصول لتمسوا هذه الوصفة رائعة جدا سجلوها عندكم و خلوها عندكم لخطر يدوب دوابان في اليد قبل الفم فيها اضافات ما شاء الله عليهم اعطيتكم لاستوس باش السكر ميدي لكم جديك القشرة من الفوق وتاني اعطيتكم لاستوس باش تطيبوه و يخرج لكم ما شاء الله نفوتهم مباشرة لطريقة التحضير بسم الله على بركة الله سيكرة غلاس شوية عفر فارة زوج صفار بايد عندي جنجلان محمص في المقلات حوالي زوج مغارف عندي مغرف بتاع جنجلان مطحونة يكون تاني محمص مطحونة هنا تاني نحتاجوا المازهر و غادي نحتاجوا تاني هنا الكوكاو كوكاو حوالي زوج مغارف كوكاو مطحون و محمص و مع نص مغرف كبيرة حلوة شامية مبشور حب العيمون و زوج صفار بايد اضافة نريد مضافة مارغارين يضيف مضافة حول أن يغلبك و يغلبك في الخدمة يساعدك يضيف سفار بايد اخاوات تدعف المقادير نضيف ملاحظة تحتاج جنجلان محمص مغرف كبير جنجلان محمص و مرحي نصف ملعقة كبيرة حلوة الترك مبشور حبة ليمون مغرف كبار الزيت و مغرف كبار الفلون الزيت سيعطي لها الشاشة اللون الأصفر نضيف مغرف كبار الميزانة الميزانة جديدة لا يوجد الحبيبات تفوتها في الغربال نضيف مغرف كبار سكوة نون نخص نضيف مزهر نضيف مغرف كبار المزهر نضيف عصر الليمون نضيف عصر الليمون نضيف مزج ثاني اخوتي اتبغي تضاعف المقادير ضاعف المقادير لديك حاجة متضاعفة اتبغي خميرة الحلوة نضيف ملح نضيف ملحة نوجد الفارينة قالت الأخير اخذنا الفارينة بالخاصة بالحلوة اسمح لن يغلط بزاف لهاريه اسمع الفارينة لنضع الفارينة نضيف اسم الإفن غير rose نقوم بخمرة تقوية خمرة حلوة نضيف المقادير نضيف المقادير نضيف الفارينة نجمع عجينة نضيف المقادير هذا هو العجينة تدخل العجينة تضيف العجينة اضع العجينة نقسم الأجينة تغطيها وفي الطريقة لا تستطيع الفارينة فقط بورصة أو بلاستيكة أو باركة زبدة الأخوات المبتدئة تضيفه في البودا لتزايرها في الوسط لتجد المبتدى يجب ان تحرم جيدا اخي 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 اخوة اشكرو ان تكون تدوره و تلفي فيه يضيفه فيه يضيفه من بعد تحربي اخوة العرض بالابهام اخوة الابهام اخوة الابهام لا تضيفه حبابات كبيرة و لا تضيفه تسجموها و تردوها لشكل تلك الشباب تجعلها من فوق بومبي و تحطوها على السنين لا يزيد لدهان لولو خليت السنين تاعي ها هو كما تشوفوا الفورتائره مشعل على درجة 180 كان يسخن و رحامي قوين الطيب دخلوها في الرافة الوسطاني تشعله غير من تحته و لا تشعله من فوق 10 دقائق و تكون طابت هنا رحيط طيب الحلوى التاعي لا تسمحوا لي هنا طابت و خليتها تبرد شوية نجيب سوك غلاس قصعة كبيرة حوالي تقطره تغرب له غاية تضيف القصعة مزهر نضيف حتى اضافة مزهر نضيف القصعة هنا نضيف القصعة بسم الله تغمس الحبات ثم تتبير نضيف حضوه لينجيب الأموان طيب المعضة ت جميع المشروع تغمس المشروع نضيف الحبات سوف نضيف القصعة نضيف حلوك ملعب أضافة أخرى اخوات المبتدئات اخوات المبتدئات اخوات المبتدئات اخوات المبتدئات لنصبت المبتدئات اضربها نمع غاية اخوات المبتدئات سكرة الزاوجة سكر الخطرة الزاوجة سكر أفضل بعد عمل القشرة سكرة كلاس أو فارينة سكرر الزاوجة سكره كثيرة وتعطي بزول في مزهر سكر خطرة الزاوجة قبل المزهر نضع مباشرة و نضعه في السكرى نضع الزوجة في الفينيسان نضع المبسة بشوية نتعامل معها بلطف و نضعها بشوية و لا تكون مبسة و لا تكون مبسة نضع الخلاصة نضع المبسة نضع المبسة نضع المبسة و نضعها بلطف و نضعها بلطف نضع المبسة و نضع الزوجة 28 حبة بـ 125 غ زبدة نضع الزوجة نضعه في الصفايا وهناك مرحة بوضع طبقة خفيفة و نضع المبسة لا يوجد أخوة و نضع المبسة اخواتي تحطي يهوض وصفة ناجحة مليون بالمئة ان شاء الله قاد جربوه وتنشحوا فيه وان شاء الله مبخلت عليكم بويل واستودعكم الله الذي احبكم فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته